دكتور حسن، ناس كتيرة من العينين دايماً بيشتكوا أن بعد إجراء العمليات ما بيلقوش النتيجة اللي هم كانوا متوقعينها ممكن يكون إيه الأسباب؟ الحقيقة السؤال ده سؤال كبير وهي شقوق كتيرة في الإجابة الجزء الأول في الإجابة بباليها حاجة علاقة بالمريض نفسه الحقيقة أن عملية القلب المفتوح ما زالت في مصر الناس إذا حد جدير بتخاف منها مع أنها بقت ممتاشرة جداً وبقت ناس كتير بتعملها وعدد العمليات التي تتعمل في اليوم في جمهورية مصر العربية كتيرة جداً فجزء جدير من المرضى هو نفسه بيتأخر في الوقت اللي بيختار أن هو يعمل فيه العملية يعني الناس كتيرة جداً بنصحى الطبيب المعالج لأن ساعتك عارف أن الطبيب عادةً المريض بيروح لطبيب قلب الأول أو طبيب أمراض صدرية أو طبيب ممارس عامفة لو اقترح عليه عملية قلب المريض بيحاول تجنب هذه العملية بيفضل متأخر شوية في المعادة اللي بيجي يعمل فيه العملية فتلاقي المرضى في مصر جزء كبير منهم بيجي وهو متأخر لإما عضلة قلبه دافت فحالة متأخرة نعم لإما هو عارف من زمان أنه هو مفروض يعمل عملية لإما عضلة قلبه دافت لإما حصل التلف لا يمكن إصلاحه في عضلة في القلب نفسه لإما حصل تلف آخر في الجهاز التنفسي أو في الضغط الرئوي نتيجة أنه هو تأخر في المعاد اللي مفروض يعمل فيه العملية الناس فاكرة أنه بعد ما تعمل عملية أنه لو ساب نفسه سنين طويلة يعاني من مرض القلب وجاء يعمل عملية القلب أنه هيرجع للإنسان طبيعي تاني وده مش حقيق الإنسان يعيش طبيعي أنه هو يعمل العملية وقلبه سليم فتحافظ على القلب أنه يحصل فيه تلف دائم يعني بمثلا واحد عنده انسداد في الشرعين التجاية وهو عارف أنه عنده انسداد في الشرعين التجاية أو هو بتأخر مش راضي يروح يعرض نفسه بيجي له واجع في سدره بيجي له كل الأعراض فتأخر في الاستشارة الطبية فحصلته الجلطة في قلبه فنتيجة لهذه الجلطة حصل له ضعف في عضلة القلب فبدل ما القلبه تبقى سليم بقى قلبه مريض حصل فيه جلطة وحصل فيه ضعف في عضلة القلب في هذه اللحظة إذا هو جاء بعد كده بعد ما حصلته الجلطة ودخل الرعاية المركزة وشاف بقى المرض بنفسه وحسه وراح بعد كده خاف بقى على حياته فابتدى يبحث عن عملية القلب أو حد قال له بعد ما حصلته الجلطة لا انت مفروض تعمل عملية قلب بيبقى فاته انه يرجع انسان طبيعي 100% وده ما بيباشر الوضع لانه هو خلاص حصلته الجلطة بيبقى الهدف من العملية هنا مش انه رجعه 100% لا انه احافظ على الحتة اللي وصل لها وعالج الحتة في القلب اللي هي عندها قصور في الدورة الدموية التاجية اللي بتغذي شررين القلب بحيث ان الحتة دي ما يحصل لهاش جلطة تانية تضعف عضلة القلب تماما فيبقى العملية هنا يبقى هو هذا المريض حيفضل عضلة قلبه مثلا بدما تهيط طبيعي 70% حيفضل عضلة قلبه 55 أو 60% فهتبها القدرة بتاعته النفذ المجود اقل شوية من الطبيعي انما لو انت سبته وهو شرير ومسدودة وجات له جلطة تانية بدما عضلة قلبه تبه 50% حتبه 30% فبقى او ممكن يحصل له لو قدر الله مشكلة اكبر من ضعف عضلة القلب يعني الاساس ان المريض لو تقاله انت محتاج عملية يحاول يعملها في اسرع وقت علشان ياخد نتيجة ترضيه طبعا لان القلب هو الارجن الوحيد او هو العضو الوحيد في الجسم اللي بيشتغل على طول هو المطور يعني انسان مقدرش يعيش من غير ما يكون قلبه شغال كويس اي حاجة تانية لها بديل الا القلب